خمس حدات تعمليهم عشان لو عايز تدخني من غير ما يطلع للكيروش هلوز واحد لو انت من نوع اللي بيأكل لما بيدخنش ما تفرحش قوي كده لان دي كارسة فلازم تتطمني ان الغودة شغلة تماما بمعنى ان انت تتطمني تحليل الغودة الدراقي وتتطمني على الهرموناتك وبرضي تطمني على حاجة موضوع الددان لو الدنيا تماما نخش على خطوة رقم اثنين وهي الشهية الحادات اللي فعلا بتفتح الشهية هي الحادات المسكرة يعني قضيها شوكولاتات مثلا لا ما ده يا مل الكرش طب اكل اي مسكر عندك اي نوع فاكهة تحبيه الحلاوة المربة اللي عيش بيفتح الشهية مش بيشبع وفي حادات بتكلي منها كتير كموسليات بس سعراتها الحرية عالية عالية جدا اكبر مثال المكسرات فصدق كاجو لب بندق مش هارف اي حادت كده سعبها حاجة بسيط انها بتطلع حبوب لبعض الناس ما تأفوريش منها قوي ما تتليهاش كل يوم في مشروبات حلوة ويوقال انها بتطخن التكاو الحلبة السحلة بما اننا في شتا ومتكسيكين وبتاع هتنفع كل ده بيتخد بين الوجبات كتسلية كموس وده يعتبر تكمل النقطة رقم ثلاثة ان انت هتتلي خمس وجبات في اليوم ثلاثة اساسية واثنين سنيج الوجبات الاساسية هتتلي فيها على قدم عادتك براحتك بس تحاول تزاودي فيها في البروتين شوية اربعة الرياضة الكوتش بتديك نظام تمارين وبتضربك صحة بلاشتها تمضع البرامج وظننا ما يعرفش ميكانيزم التمرين عامل ازاي ولا بيعمل ايه فممكن تلاقي شكل جسمك مش متزبط خمسة للناس اللي عايزة تبقى كيرفي بس دي حالات انا قريتت عنها مش عن تجربة شخصية زيت الحلبة وفيه كريمات بتتجمن الصيدليات بتتحط في المناطق اللي هتخريك كيرفي فيه نزل رابطها وبيقول انها بتساعد جدا وطبعا مش هتجيب نتيجة فعالة من غير النظام الغذائي الصح ومن غير ما تزاودي السعرات الحرية بتاعتك بس كده بالنسبة لموضوع الدراسة وثنوية عامة وكده خمس حاجات تعملهم عشان تزاكر صح من غير ما تفقد تركيزك من غير ما تنسى المعلومات فيه طريقة علشان تفضاني محافظة على تركيزك اطول فترة ممكنة وهي طريقة البومو دورو سوف تثبطي الوقت على 25 دقيقة وتحددي جزء معين تزاكره في 25 دقيقة سوف تكون موجهة تركيزك كله ان تتخلصه قبل ان 25 دقيقة يخلصه بعدها تغذي 5 او 10 دقيقة وتثبطي منبه 25 دقيقة وهكذا حد ما تلاقي نفسك فصلتي خالص هتلاقي نفسك في خلال اربع او خمس ساعات حققتي تركيز حققتي تتخيالي علشان يبقى فيه تركيز اصلا نومك ما يقلش عن 6 ساعات وما يزدش عن 8 ساعات علشان تفضلي فايقة ومركزة ان النوم اكثر من اللازم او اقل من اللازم مش مفيد وانا كنت متخلفة ومفكرة ان النوم ده بيضيع وقت لا بالعاس ده بينشط المعلومات في دمارك ثلاثة كل ما تحس ان انت فصلتي ولسه ما خلصتش الرعارات واني احصل وشك خديلك رسط ربع ساعة العاب رياضة تماشي في الشقة كل حاجة اشرب مياه بس ما تمسكيش الموبايل اربعة كافئ نفسك كل ما تخلصي مثلا ان شابتر كافئ نفسك بشكلتاية نظام المكافئات ده حلو جدا في المذاكرة اخر حاجة وهي المذاكرة بالكتابة الكتابة اكتر حاجة هتثبت لتلمعنوات في موخك ان انت مشغلة عينيك مشغلة لسانك بتقريك كلام ومشغلة ودنك ان هو بيسمع الكلام اللي انت بتقوليه ومشغلة اديك وكل ده شغل مع بعضه في التاني المعلومة هتثبت مش هتطلع تاني بس كده